حركة طالبان واللي بتدرس بقالها اسبوعين على الهادي كده ودون تصرع ملامح الحكومة الجديدة أو ملامح المرحلة القادمة من حكم أفغانستان بسم الله الرحمن الرحيم وأول حاجة في ملامح الحكم إعلان إقامة ما يسمى بالإمارة الإسلامية في أفغانستان إعلان الإمارة الإسلامية في أفغانستان وده اللي كشفوا بعض المتحدثين وبعض قادة حركة طالبان صباح اليوم نقلا عن أحد القادة أنه سيتم خلال الساعات القادمة إعلان حكومة جديدة واللي هيعلن الحكومة هو السيد القائد الأعلى لطالبان هبة الله زادة واللي موجود بيتشاور فيه قندهار بقاله أسبوعين كان ظهار دي بطبيعة الحال هي مسقط رأس الحركة مع مستشاريه ومع نائبيه النائب الأول سراج الدين حقاني والنائب الثاني الملة محمد يعقوب الملة محمد يعقوب ده ابن مؤسس حركة طالبان الملة عمر واللي تم قاتله أيضا على يد الجيش الأمريكي في شخصية قيادية أيضا وهو شير محمد عباس وهو قيادي بارس في حركة طالبان قال أنه في الوقت الحالي يتم التشاور ما بين حركة طالبان وقادة بعض الحركات والأحزاب في أفغانستان وتم توكيل الشخصين هما السيد سراج الدين حقاني النائب الأول والسيد الملة محمد يعقوب النائب الثاني بدراسة الأسماء الأخيرة لهذه الحكومة واللي من المتوقع أنها تحتوي على 26 حقيبة وزرية أو 26 فرد والموافقة النهائية هتكون للقائد الأعلى لطالبان هبة الله زادة ده الملامح الأخيرة لحكومة طالبان وأكد الجميع على أن هذه الحكومة ستكون باسم إمارة أفغانستان الإسلامية إذن نحن الآن أمام مرحلة جديدة من الحكم ونظام جديد من الحكم وشكل جديد من الحكم والعالم يبدو أنه في طريقه للإعتراف مرغما بما يحدث في أفغانستان الولايات المتحدة الأمريكية لمحت أن طالبان هي الحليف الأقرب لها خلال السنوات القادمة للقضاء على داعش روسيا أيضا رجعت في كلامها الصين مسلمة من أول لحظة العالم العربي وبعض الدول العربية رجعوا في كلامهم تبعا لما قالته أمريكا فاضل بعض الدول يعني مثلا كندا الرئيس الوزراء الكندي حتى مبرح بالليل يقول أنه لا يعترف بحركة طالبان ربما خلال السنوات القادمة أو الشهور القادمة يتغير هذا المنطق ترجمة نانسي قنقر